طيب خلونا نروح للفضيحة اللي احنا قلنا عليه قبل الفاصل وقد نشرتها وكالة بلومبرج بالأمس فضيحة من العيار الثقيل تقول أن مصر تقوم بعمليات غسيل مش غسيل أموال غسيل بترول قادي وكالة بلومبرجة وصحيح وكالة بلومبرجة بالطريقة يستشهدوا بيها ليه عشان بس يعني مش كانوا بيستشهدوا وكالة بلومبرجة دايما يقول لك وكالة بلومبرجة قالت ان اقصاد المصري جامد وكالة بلومبرجة قالت ان احنا هنكون رقم 999 مش عارف ايه طب هي وكالة بلومبرجة دي بلومبرج هي اللي نشرت ان مصر اني اني اه مصر احدى الدول الاربع المعرضة لل veggies اول اربع دول في العالم ليه ما اجبتوش الخبر دا طب ليه ما اجبتوش الخبر اللي احنا حطناها على الشاشة قدامكم فترة طويلة دا هل الخبر ده شفتوا في اي وسيلة اعلام مصرية؟ اه اه بلومبرج اه 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 بس احمد موسى هيطلع يتكلم النهار ده على الكلام ده كله؟ استاذ عبر اديب الغرقان في اسبانيا وفي اكل اسبانيا وفي موزز اسبانيا وفي كل حاجة اسبانيا هيطلع يجيب حاجة من حاجات دي استاذ الديه هيطلع يجيب حاجة من حاجات دي؟ ايه بقى الحكاية كما نشرتها وكانت بلومبرج بتقول ايه بقى؟ يبدو ان روسيا وجدت منفزا جديدا لتسويق نفتها مع اقتراب العقوبات الغربية التدريجية على موسكو لسه الغرب لسه عنده شوية عقوبات هيعملها على البترول الروسي فطيب روسيا بتستخدم ايه؟ استخدمة مصر تقول اذا كشفت بيانات تتبع السفرن رصدتها وكلت بلومبرج نفسها هي اللي رصدت البيانات دي ان ميناء الحمراء النفطي انا الحقيقة اول مرة اعرفه ميناء الحمراء النفطي ده ما عرفش فين؟ يبدو ان روي اسم تاني الواقع على الساحل المصري من البحر الابرد المتوسط قد تسلم في وقت مبكر يوم اربع وعشرين يوليو شو احنا تبلغ ساعتها لحو سبعمائة الف برميل من النفط الروسي؟ طب تمام احنا استوردنا نفط من روسيا حد ديتل اقول لك ايه؟ وفيها ايه عم؟ احنا اخدنا بترول من روسيا سفينة جايبان سبعمائة الف برميل فيها ايه؟ لأ وكانت بلومبرج بتقول لك لا لا مواخزة انت انت بتستكردنا بتستعماني يا هرم هو انا عبيد احنا رصدينك بالامار الصناعية السفينة وصلت يوم اربعة وعشرين سبعة اللي فات ده من عشر طيام بعد ساعات قليلة بضع ساعات يعني من خمسة لسبع ساعات مثلا يعني بضع دي او من تلاتة لتسعة زي ما يقولوا في اللغة العربية نقلت حسة من هذه البرميل او كلها خدوا جزء منها او كل البرميل الى سفينة اخرى لشحناها من الميناء عرفت بقى الحكاية ايه؟ ببساطة كده احنا بنغسل بترول روسيا اهيه ادي يا عم خط السفينة الازرق اهو الجاية تمام نزلت في الحتة دي اللي قدام حضراتكو في الميناء اللي هو انا مش عارف الحمراء ده اسمه عندنا في مصر ايه؟ يمكن ليه اسم تاني ده ميناء نفطي راحت منزلها سبعمائة الف برميل هنا كم ساعة يا فندم والسفينة اللي خدت الاحمر دي اللي بنخط الاحمر راحت واخدها ومشية خدت السبعمائة الف برميل خدتهم ومشت اذا بلومبرج بتكشف النظام بيخسل البترول الروسي او النظام شغال وسيط للروس في البترول بتاحهم مساء الخير مساء الخير طبعا زيارة لافاروف وزير الخارجية الروسي اللي كانت لمصر من كم يوم واضحة زي عين الشمس كلام فيها كان على موضوع صد النهضة اللي احنا هنتابعه دلوقتي لكن صد النهضة مين يا معلم لكان فيه مصالح تانية العالم دلوقتي ما ينفهاش تعمل فيه حاجة عبيط يلي درس مفهوم الدولة من خمسين سنة العالم كله مترائب بكاميرات زي اللي انت بتحطها في الشوارع عشان ترائب المتظاهرين فكل انك تعمل ان انت اسكى اخواتك وان انت الفقيق يبقى تتحمل النتائج اللي انت فيه ضيف ضيحة من العار الثقيل هيكون لها تأثير واضح في علاقات مصر مع الغرب انت كده يا باشا بانت كرامتك رسمي فاهمي نظمي حلمي انت كده رميت على المعسكر الروسي انت شغال لهم يا باشا انا اسف يعني في التعبير شغال لهم صبي بتاخد البترول بتاعهم تنزله وتحمله في السفن التاني وتاخد انت العمولة شغال سنصار بتاخد البترول ينزل تحمله سفينة تانية يطلع يتباع بقى الدول تانية شغال سنصار فانت كده يا باشا خدت سكتك مع الغرب انت مجرد زراع لروسيا بس كل سنة انت طيب هنطلع بقى نشوف قضية سد النهضة عشان انا تعبت والله من الكلام في المواضيع دي ويا قلبي لا تحزن من البترول للفلوس للدهب لسد النهضة يا قلبي لا تحزن نطلع نشوف قضية سد النهضة وماذا جرى فيها ترجمة نانسي قنقر